وفي ذكرى الفتح ما زلنا ننتظر فتحاً بعد الفتح زي النهاردة سنة 641 ميلادياً كان الفتح الإسلامي لمصر على يد الصحابي الجليل عمر بن العاص عمر بن العاص الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمر بن العاص عمر بن العاص الذي كان قد أمره الرسول على جيش فيه أبو بكر وعمر فتح مصر عمر بن العاص مع أربع تلاف رجل عبر بهم من فلسطين إلى العريش ومر ببير المسعيد حتى وصل وانتهى إلى الفرمة وهي ميناء صغير وتقابل هناك مع حامية رومية ودارت معركة حامية الوطيس وانتقل إلى بلبيس وفي بلبيس تقابل مع جيش الروم وانتصر المسلمون بعد قتال داما شهر واستولوا على بلبيس ثم تقدموا إلى حصن بابليون وأرسل عمر بن العاص يطلبوا مدداً من الخليفة عمر بن الخطاب ووصل المدد من الخليفة عمر بن الخطاب قوامه أربع تلاف رجل وعلى رأسهم أربعة من كبار الصحابة الزبير بن العوام ومسلم بن مخلد وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود فتسنى حينها لعمر بن العاص ترتيب صفوفه واتجه لملاقات جيش الروم الذي كان يقدر بعشرين ألفاً تمنتلاف قدام عشرين وتقابل الجيشاني في موقعه كبرى هي عين شمس عام ستمية واربعين الموافق تسعتاشر هجري وانتصر عمر بن العاص انتصاراً كبيراً وفر من بقي من جيش الروم إلى داخل حصن بابليون فحاصره المسلمون سبع شهور متواصلة فأرسل المقوقس إلى عمر بن العاص يفاوضه يعرض فيه مبلغاً من المال نظير رجوع المسلمين لبلادهم ولكن عمر بن العاص رفض وقال ليس بيننا وبينكم إلا ثلاث الإسلام أو الجزية أو القتال فأشار المقوقس على الحامية الرومانية أن يتم تسلمها وتم الصلح لكن الحامية رفضت وكذلك الامبراطور الروماني والذي قام بعزل المقوقس من حكم مصر فتجدد القتال وشدد المسلمون الحصار على الحزر وفي إبريل ستمية واحد واربعين استطاع الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وكحل عينهم هو وأصحابه بما يستحقون في الجنة وجزاهم عنا خير الجزاء ولا نزكي على الله أحداً تسلق الزبير ابن عمّة رسول الله صفية صور الحصن الحصن ومعه نفر من جد المسلمين وكبروا فظن الروم أن العرب اغتحموا الحصن فتركوا أبوابه مفتوحة وهربوا إلى الداخل فقام المسلمون بفتح باب الحصن واستسلم الروم وطلبوا الصلح فأجابهم عمر بن العاص وبقي حينها للروم موقع وحيد عاصمتهم اسكندرية فاتجه ابن العاص بجيشه إلى الأسكندرية وفرض عليها حصاراً برياً استمر لمدة أربع شهور ولم يكن الحصار مجدياً براً فقد كانت المعونة تأتي للبيزنطيين بحراً فأهد عمر بن العاص إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه باقتحام المدينة ففعل وانتصر وجاء المقوقس إلى الأسكندرية ووقع على مؤهدة الأسكندرية الشهيرة مع عمر بن العاص والتي نصت على إنهاء حكم الدولة البيزنطية في مصر وأسست من بعدها الفصات عاصمة لمصر وبني جمع عمر بن العاص ورفع الظلم عن شعب مصر المسيح والذي كان يرزح تحت اضطهاد الرومي البيزنطيين فتحت مصر في مثل هذا اليوم فكبروا فتحت مصر وهي اليوم بعد 1377 سنة تنتظر من يرفع الظلم عن مسلميها ومسيحييها فتحت مصر وفي ذكرى الفتح ما زالت مصر تنتظر فتحاً بعد الفتح الله عليك شكراً للمشاهدة